من بغداد ينضم إلينا مصطفى القطان مراسل الغد مصطفى هناك تضارب واختلاف بين تصريحات علاوي والحلبوسي ما الذي يجري على الأرض؟ يعني ربما السيد محمد الحلبوسي الآن بات يأخذ مواقفا بعيدة عن كونه رئيس البرلمان العراقي الرجل أيضا هو رئيس لتكتل سياسي وهو تكتل الذي رفض التكليف طبعا محمد توفيق علاوي برئاسة الوزراء وهو تعالف القوى العراقية وربما تصريحاته تأتي من هذا السياق إضافة إلى كونه رئيس البرلمان العراقي بالفعل حتى هذه لحظة محمد توفيق علاوي لم يسلم السيارة الذاتية إلى البرلمان بشكل رسمي لكنه قام يوم أمس مساء في بغداد بالاجتماع بقادة بعض الكتل السياسية القوية والفاعلة في البرلمان من أجل إطلاعها على السيارة الذاتية للوزراء الذين سوف يكونون في تشكيلتها الوزارية التي من المزمع أن تقدم يوم الاثنين إذا ما عقدت الجلسة في البرلمان العراقي بالتالي محمد توفيق علاوي يحاول ربما تهيئة الأمور يريد أن يخلي ساحته ويحصل على ضوء أخضر وموافقة واضحة من تلك الكتل السياسية التي يعول عليها ربما للتصويت لمنح الثقة لحكومته داخل البرلمان العراقي بعد ذلك سوف تكون الخطوة الأخرى هي إرسال السيارة الذاتية إلى البرلمان العراقي كإجراء رسمي روتيني من أجل عرضها على البرلمان حتى هذه اللحظة طبعا هناك استمرار لرفض تكليف محمد توفيق علاوي من قبل بعض القوى السنية وكذلك القوى الكردية باعتبار أن هذه القوى لم تصل إلى أرضية مشتركة ولم تتفاوض أو تتحصل على المكاسب التي تسعى لها من خلال حكومة محمد توفيق علاوي لا تفرقنا على جلسة منح الثقة التي طلبت بها علاوي غير يومين هي المفروض أن تكون بعد يومين دستوريا طيب هل ستعقد هذه الجلسة أم لا يعني كوثر إذا ما أردنا أن نتحدث بالدستور فبالتأكيد عند طلب رئيس الحكومة المكلف من قبل رئيس الجمهورية العراقية من مجلس النواب أو مجلس البرلمان العراقي عقد جلسة منح الثقة فإن هذا البرلمان دستوريا أن ينعقد لمنح الثقة لهذه الحكومة أو رفضها بأي حال من الأحوال لكن هنا طبعا كما ذكرت لا يزال هنا لك يومان من أجل عقد هذه الجلسة سوف تحاول كل القوى السياسية ربما لعب الورقة الأخيرة والتفاوض حتى آخر رمق من أجل تحقيق المكاسب المرجوة من خلال حكومة محمد توفيق علاوي وكذلك عقد صفقات لضمان مكاسبها ووجودها على الساحة السياسية وتمثيلها في هذه الحكومة خصوصا وأن محمد توفيق علاوي بحسب الكثير من الأخبار والأنباء التي تأتي من دوائر مقربة من الرجل لا يريد أن تفرض عليه الأحزاب أسماء لحكومته تضعها تلك القوى السياسية في داخل الحكومة ذكر بأن سوف يكون هناك تمثيل لكل مكونات العراقي لكن يريد محمد توفيق علاوي أن يكون بعيدا عن الضغوطات لتلك القوى الحزبية الفاعلة في العراق أو على الأقل تقدير يريد أن يقلل من وطأ هذه التدخلات والتأثرات في حكومته لكي لا تكون حكومته كسابقة من الحكومات وتواجه تحديات كبيرة من قبل ضغط الشارع الذي لا يزال يرفض تكريف محمد توفيق علاوي وكذلك من قبل القوى السياسية التي تريد أن تمرر مصارحها على حساب الحكومة العراقية شكرا مستفقتان مرسل غد كنت معنا من بغداد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر